تهيئة وترويج للمجلس الانتقالي وهذا ما سيقوم به السيد أيداروس الزبيدي بأن يكون خطابه غدا في مجلس العموم البريطاني ولقاءاته بأعضاء مجلس العموم وبسفراء كافة دول العالم في لندن سيلتقي بهم في ورشة عمل في ندوة يوم خمسة ثلاث أن يكون خطاب السيد أيداروس خطاب ضمانات دولية للمجتمع الدولي بمحاربة الإرهاب بحفظ الأمن والسلم الدوليين في باب المندب وبحر العرب أن يكون واضحا مع البريطانيين بأن الدولة الجنوبية تأتي امتدادا للسياسة البريطانية الهادئة البريطانيين عندما كانوا في الماضي استعمروا جنوب اليمن وكان لهم انتداب في الأردن وفي العراق تركوا أثرا إيجابيا أنا هنا أتحدث عن فروقات الاستعمار البريطاني والفرنسي والأمريكي الاستعمار البريطاني يترك أثرا إيجابيا في الإدارة في القضاء في الصرف الصحي في البنية التحتية في الإدارة يعني تركوا نظاما إداريا اليوم إذا أعلنت الدولة الجنوبية في الجنوب يمكن للجنوبيين أن يعيدوا نظام الإدارة للبريطاني السابق وهو من أفضل أنظم في العالم وفي القضاء يعني الجنوب مهيئ لأن يعني ينهض بسرعة هذا الكلام هذا الكلام معناه أن مجلس العمول البريطاني عندما يقتنع ويناقش ويحلل ويشكل رأي حول المجلس الانتقالي بأنه يصلح كسلطة تدير ترجمة نانسي قنقر